السلام عليكم أعزائي المشاهدين ومتابعين لقناة GS4W أرحب بكم درس جديد عن شرح جميع أدوات الاركتول بوكس في هذا الفيديو ستتم شرح جميع صندوق أدوات الخاصة بالإسناد أو الإرجاع الخطي لطبقة خطية خاصة بالشوارع الرئيسية الفرعية وأي مصارات خطية طبعا هذا صندوق الأدوات بداخله هذه الأدوات موجود عنا جدول إكسل بيكون بشرح هذه الأدوات وموجود عنا سبع أدوات طبعا كل اسم أداء باللون الأحمر وهي المصارة طبع الأداء موجود عنا صندوق الأدوات الخاصة بالإرجاع أو الإسناد الخطي طبعا اسم الأداء باللون الأحمر وفي عنا وصف للأداء مثلا أول أداء شو المقصود فيها يعيد حساب قياسات المصار أو الطريق باستخدام نقط point هيك احنا فهمنا الوصف المبدئي لهاي الأداء طبعا هذا الجدول الإكسل أي شخص يرغب الحصول عليه يقوم بالتعليق على الفيديو اليتيوم وسيتم إرسال رابط فيه طريقة التنزيل للحصول على هذا جدول الإكسل نرجع على الارك ماب بنا نكون إحنا بفهم ما المقصود بهذا صندوق الأدوات نضغط على بروبرتز على هذا صندوق الأدوات ونكون بنسخ الاسم ونفتح أي متصفح موجود عندنا نكتب فوق طبعا gis4way.com طبعا بالمناسبة هذا الموقع مهم جدا لكل مستخدم لنظم المعلمات الجغرافية لجي اس لأنه موجود عندنا دورات ثلاث دورات مجانية مستوى مبتدئة ومتوسط متقدم بالإضافة لتنزيل برامج جي اس مثل الاتوكاد والسيبل 3D والجلوبال مابر والارك جي اس موجود عندنا قسم خاص بالارك تول بوكس جميع صندوق الأدوات ومجموعات الأدوات بالإضافة للأدوات كذلك في عندنا مقالات ودراسات خاصة في نظم المعلمات الجغرافية وفي عندنا قسم للمعلمات الجغرافية إذن أنا كيف أستخدم هذا الموقع في شرح سنضيق أدوات ومجموعات أدوات وجميع أدوات الارك تول بوكس بعد ما كنم بفتح هذا الموقع ونسخ اسم الصندوق المطلوب نروح على إيقونة البحث نحط كنترول V لصق أو نكون بكتابة صندوق الأدوات المطلوب بعدها على انتر بضرع لنا مقال في اللغة الإنجليزية ومقال باللغة العربية خاص بأدوات الإسناد أو الإرجاع الخطي نكون بالدخول على هذا المقال ثم قراءة المعلومات الموجودة في هذا المقال طبعاً هذا صندوق الأدوات بعتمد على تجميع البيانات حول المعالم الخطية يعني زي إيش معالم خطية أو لاين زي الطرق السريعة والشوارع والسكك الحددية والأنهار وخطوط الأنابيب والشبكات بكافة أنواعها بثلاثة مراحل ندخل على أول مقال الخاص المطلوب فيه في هذا المقال موجود عندنا ملاحظات مهمة جداً فإحنا يجب قبل كراءة المصطلحات التي تم تترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية كراءة هذه الملاحظات كلمة معلم أو معالم في هذه المقصودة فيها الـ features تعني ظواهر الجغرافية طبعاً ما مقصود بالـ features أو المعالم مثلاً احنا فيعنا طبقة شوارع فيها 20 شارع أو طريق كل طريق يعتبر ميزة أو معلم أو feature أو ظاهر جغرافية كذلك فئة الميزة إذا كلمة فئة الميزة يعني يعني الطبقة داخل قاعدة البيانات الجغرافية طبعاً تكون تتكون من مجموعة من المعالم أو features طبعاً الطبقة داخل قاعدة البيانات الجغرافية او data set بتكون باسم feature class اما اذا كانت لوحدها بتكون ship file السمة او السمات وان ما احنا منشوف كلمة سمة او سمات مقصود فيها ال attribute table الجدول البيانات لمين للمعالم والميزات والظواهر الجغرافية ال features كذلك كلمة النقاطية او البيانات النقاطية اللي هي roster data والبيانات المتجهة اللي هي vector data كذلك اي بيانات او اي نوع من البيانات بتكون مضيوب في داخل جدول المحتويات table of content في عنا في الارك ماب مربع او او واجهة اسمها table of content اي طبقة بتكون موجودة عنا هون بتكون اسمها layer اذا بعد قراءة هذه الملاحظات المهمة انا بقدر اميز الترجمة بين اللغة الانجليزية واللغة العربية ايضا صدوق ادوات الاسناد او الارجاع الخطي بيحتوى على سلسلة من الادوات لانشاء ومعايرة عرض البيانات المستخدمة في الحالات الخطية اما اما بالنسبة للادوات طبعا في موجود عنا احنا وصف لها هاي الادوات لكن طريقة استخدام الادوات راح نتعرف عليها كمان شوي اذا الافضل انه احنا نكون بقراءة جميع هذه البيانات ومن ثم فهم طريقة استخدام اي اداة داخل صندوق ادوات الارجاع او الاسناد الخطي ناخد مثال مثلا انا في عندي اداة داخل اسناد الخطي اسمها انه طريقة انشاء المسارات اللي هي جريت روتس بدخل عليها في عنا هون الاسم وفي عنا نص بوصف شو المقصود بهذه الاداة طبعا انا بكون بنسخ اسم الاداة او اي اداة بدي اياها برجع على هذا الموقع على اداة البحث وقوم باللسق مقصود فيها انشاء طريق بادخل على هذا المقال الخاص بهاي الاداة المطلوبة في بداية هذا المقال موجود عندنا التنقل السريع لو نزلنا الاسفل شوي في عنا اسم الاداة كذلك صورة عن الاداة وهذه الارقام بتعبر عن جميع المعاملات والمدخلات في الاداة في عنا اي واحد اتنين ثلاث اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احد عش في عنا احد عشر مدخل شرح هذول المدخلات جميعا موجودة في هذا المقال كذلك موجود عندنا مصاري للوصول الاداة وين احنا منلاكي هاي الاداة في عنا الوصف طبعا الوصف هاي الاداة لو رحنا على الارك ماب شايفين هذا النص الموجود عندنا هون تم ترجمته باللغة العربية هاي موجود عندنا هون النص وهي الترجمة طبعا هاي الاداة بتكون بانشاء الطريق من الخطوط الموجودة عن طريق دمج الميزات طبعا شو المقصود في الميزات بالإضافة للي 11 مدخل او معامل هاي موجود عندنا 11 مدخل ومعامل أي مدخل أنا مش فاهم أو مش عارف كيف أستخدمه بقوم بقراءة ترجمة هذا المدخل كذلك في حال أي ملاحظة أو أي استفسار في نهاية هذا المقال موجود عندنا قسم التعليقات بقوم بإدخال التعليق المناسب بعدها أضغط على كلمة نشر وستم الرد على أي استفسار عشان الجميع يكون فاهم أي أداة بدوا إياها داخل صندوق أدوات الاركتل بوكس إذن بنفس الطريقة أنا لو بدي أي أداة موجودة عندنا مثلا لو رحت على صندوق data management tools وعلى مثلا مجموعة أدوات الحقول أو الحقل دعرف شو المقصود بالأداة delete field بدخل على هاي delete field بقوم بنسخ الاسم control c وعلى الموقع بكتب بحث بعدها بلسق الاسم أو بكتب اسم الأداة بضغط enter بيظهر عندي هاي الأداة طبعا هاي الأداة delete field موجودة مع أكثر من أداة فأنا بدي أنتبه على العنوان يعني هاي في عنا delete بروح بضغط على عرض المزيد بيظهر عندي كثير مقالات فيها كلمة delete field وين ما بشاهد اسم أو عنوان مقال اللي خاص في delete field بدخل على هاي في عنا هون delete field اللي هو حذف الحقل أو الحقول إذا بعد ما كتبت على آيكونت البحث اسم الأداة delete field بروح بختار المقال المطلوب بدخل عليه من خلال هذا المقال موجود عنا قسم في التنقل السريع بختار delete field طبعا في عنا أدتين في هذا المقال الconvert time zone بالإضافة لل delete field أنا بروح على delete field بضغط عليها بيظهر عنا صورة الأداة موجود عنا واحد اتنين يعني مدخلين لو رحنا على الارك ما موجود عنا واحد واثنين إذن لو رحت على نص الوصف في اللغة الإنجليزية لو رحنا على المقال في عنا هون الوصف طبعا شو المقصود بهذا الوصف تحذف هذه الأداة حقلا أو أكثر من جدول البيانات للattribute table يعني الخاص في المعالم لأي طبقة سواء كانت نقطية أو مضلع أو خط وين موجود عنا attribute table موجود فيه حقول أنا بقوم بحذف أي حقل أو أكثر من خلال هاي الأداة طبعا هاي عنا المدخل الأول اللي هو input table في عنا الحقل الثاني بقرأ عن هذول المعاملات وهيك أنا بستفيد أو أخذت فكرة عن أي إشي موجود داخل أي أداة طبعا أيضا موجود عنا في هذا المقال وصف الوصول للأداة وأي استفسار أو مشكلة بتوجهوها في هذا الموقع من خلال قسم التعليقات في أسفل المقال بكتب أي تعليق بعدين بكتب نشر وسيتم الرد على استفسار أي شخص يقوم بكتابة تعليق إذن هذا الموقع مهم جدا لأي شخص بدي يعرف وصفه طريقة أي أداة داخل Arc Toolbox وشكرا على المشاهدة وأتمنى من الجميع أنه استفاد والسلام عليكم اشتركوا في القناة